اشتركوا في القناة حتى ينتهي بمعنى هل نحن في اول الوباء ام في الوسط ام ان الوباء قرب ان ينتهي شكرا دكتور عصام انت حقيقة زميل رائع واختصاصك ايضا هو الانفكشنزيز وانفكشن كونترول هل يطرأ ادي بدأ تستمر الحالي انا ذكرت قبل انه واحدة من الاشياء المشجعة هو التجربة الكورية او جنوب كورية والصين بانه الحجر المنزلي وخاصة يصير في تستنج وبعدين لما نلاقي الاشخاص يلي عندهم تست بوزيطيف نقدر نعملهم حجر منزلي فادت بشكل واضح وانه بدأت تقل الحالات يلي موجودة هذا الشي يلي بيعطي نوع من الامل واحدة من الاشياء اللي بتعطي من امل انه اذا عملنا نفس الشيء لفترة معينة معقول نتغلب على الوباء بشكل واضح فهذا واحدة من الاشياء يلي هل يترى نحن قد يبدو يستمر بدو هون الصعوبة خاصة بالغرب طبعا ايطاليا عند اكتر الحالات بس باوروبا منتشر بشكل واضح وهلا عبتتزيد الارقام في الولايات المتحدة بتفاوت نيويورك اكتر مثلا الولايات وبعدين واشنطن ستيت وكاليفورنيا بس بامريكا والاوروبا هل يترى منقدر نعمل حجر منزلي لفترة طويلة وهذا الصعوبة لانه الحجر المنزلي لفترة طويلة عبيقدي لواضح لانهيار اقتصادي رائع يعني هايل وهذا عبيقدي لتأثيرات يلي حب تكون دائمة لفترة طويلة بقى اذا فينا نشدع حالنا شوي لفترة ثلاث أسابيع وبعتقد هاي السياسة المنطقية أسبوعين ثلاثة يلي صير فيها حجر منزلي يمكن نقدر ننزل ونتغلب وما يطول الموضوع في بعض الدراسات التانية بس مش واضحة تمام يلي بتقول حرارة المرتفعة بتأثر على الفيروس واضح انه الفيروس ما بيقدر يعيش على حرارة 26 سنتيجريد لفترة طويلة بس في مفجأات مثلا أستراليا هلا عندهم صيف وفي عدة حالات موجودة هناك قدي في موجود بأستراليا بقى ما فينا نعتمد كتير على الطقص بس انا بعتقد انه مفروض يكون عندنا على الاقل عدة أسابيع ثلاث أربع أسابيع يلي اذا فيها حجر منزلي تقدر تتحول الأمور الأفضل دكتور رعد السؤال لحضرتك هو هل هناك أساس موضوعي أو علمي لهذه الهستيرية التي أصابت العالم بالهلع شكرا لك دكتور عصام وانت يعني عبتسأل لموضوع السؤال كتير مهم طبعا في جانب موضوعي لإله والخطورة انه في قصة من الناس خاصة الشباب والاخره كانوا عبواجهوا هالموضوع هذا من البداية بنوع من الاستهتار وأنا بحب شدد وكل اللي عب يسمعونه أنه ما نستهتر في هالوباء العالمي هذا ممكن أكبر الأوبئة العالمية يلي عم نشوفها من خلال مئة سنة يعني بعد السبانيش فلو 1918-19 فدروري ما نستهتر بس الإكستريم الثاني ما عندك كتير ناس بالنص الإكستريم الثاني اللي هو حالي من الهلع والارتياع الفضيع ويلي خالت الحالي من نوع من شبه جنون يلي موجودين من العالم هذا ما مفروض يكون أنا بعتقد نحنا لازم يكون عندنا حالي من التعقل إذا النهاية كل شيء قد اقتربت فلنتعقل مضبوط ولا نصحه للصنوات خلينا نكون بالتعقل خلينا نعمل كل شيء مستطاع بس ما نروح أكتر بالإشاعات وحالي من الخوف أو الهلع يلي عب تعمل حالي من الشلل وأنا بعتقد واحدة من الأشياء يلي بدنا نحطاط منها إنه ما يصير في حالي يعني عب تصير من الانهيار الاقتصادي ومنوع من الشلل يلي حبي أدي بعدين للناس ما تقدر تكمل مثل ما قال أحد السياسيين إنه من لم يموت بالوباء حبي موت من الجوع يعني إذا استمرت منوضيها بدي يكون في توازن وأنا بعتقد أهم شيء نحنا ندرك وأنا حابتكلم لأختي وأحبائي يلي اختبروا المسيح مثل ما قلت المرة الفاتت إنه الرب لما بيتكلم حتى بمبتدأ الأوجاع وبيقول في حروب وأخبار حروب وبيتكلم عن مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن بيقول انظروا أن لا ترتعوا أكبر خطر علينا إنه ندخل بحالي من الخوف المفعم ونبلش نحط مسكات ونصفي نركض نجيب الكلوروكوين مع أنه ما منعرف إذا بفيد لا يقدر يمنع هذا حالي من الخطر خلينا نحط مركز سلامنا هو الرب نحتاط بتعقل وبينصح بس ما نروح بحالي من الخوف والهلع الزائد يلي بيشل حياتنا اليومية شكرا دكتور رعد ولتمنى الحردك دوام الصحة والعافية